في صفحة مهمة من هذا التوجه السياسي والعسكري ولأن سليمانية أحد ركائز التصدي بعلاقات موسعة كشف مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني باف الجلال طالباني عن تفاصيل الاجتماع الأمني الذي عقد في داباشان بمحافظة سليمانية مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعين مستوى وذكر المكتب في بيان أن الاجتماع بحث ملفات متعلقة بزيادة التعاون الاستخباراتي والأمني وتكثيف الحرب على الإرهاب حتى لا يبقى لهم مكان ليتم المحافظة على استقرار وأمن الشعب العراقي أجمع ووفق البيان قال طالباني أن خطر الإرهاب لم ينتهي وتحركات داعش مستمرة داعيا لزيادة التعاون الاستخباراتي والأمني وتكثيف الحرب ضد الإرهاب حتى لا يبقى لهم مكان في البلاد بإشارة غير مباشرة لجميع القوى التي تزعزع استقرار العراق بما فيهم حزب العمال الذي أصبح محظورا في العراق